السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية اليوم إن شاء الله سنتحدث عن كيفية تكوين جمل بسيطة وسنعتمد فقط على الجمل التي تحتوي على وصف لكونها من أبسط الجمل في اللغة الإنجليزية نبتدئ على بركة الله لدينا هذه الصفة يلو يلو أصفر إذا قلت it is yellow بمعنى إنه أصفر أو إنها صفراء نتحدث هنا عن الشيء أو الحيوان أو غير العاقل بصفة عامة نستعمل it إذن عندما نستعمل it كفاعل أو كpronoun subject الفاعل نتحدث عن شيء أو حيوان مفرد مثلا the flower is yellow عوضنا it هنا بكلمة flower الزهرة the flower is yellow وفي جمل الوصف نستعمل the verb to be هنا لدينا is is وهو تصريف لفعل to be أي يكون لقد رأينا هذا في الدروس السابقة إذا ترجمنا الجملة باللغة العربية ستكون الزهرة تكون صفراء لكن في اللغة العربية لا يظهر the verb to be أي يكون في الجملة عندما نريد أن نصف مثلا لنقول الزهرات تكون صفراء بل نقول الزهرة صفراء لكن في اللغة الإنجليزية يجب أن نقول the flower is yellow إذا أردنا أن نحول هذه الجملة إلى صيغة الجمع سنقول عوض the flower سنقول flowers أو the flowers سنغير كذلك تصريف verb to be is ستتحول إلى are is في الجمع تصبح are the flowers جمع the flowers are yellow لا تتغير الصفة في الجمع تبقى كما هي في المفرد وإذا أردنا أن نعوض the flowers سنعوضها بthey they are yellow they are yellow إذن it في الجمع تصبح they مجموعة أشياء أو مجموعة حيوان في الجمع نشير إليهم بthey نأخذ مثال آخر she is tall she is tall she is tall بمعنى هي طويلة القامة she بمعنى هي she tall طويل أو طويلة نستعملها للمذكر والمؤنث والجمع والمفرد he is short he is short he بمعنى هو short قصير القامة لدينا he subject is the verb to be short الصفة he is short إذن تصريف the verb to be مع he يكون is ومع الشي كذلك is نأخذ مثال آخر they are happy they are happy هم سعداء لدينا the verb to be هنا على شكل are يأخذ شكل are they are happy they نستعملها للإنسان والأشياء والحيوان في حالة الجمع they مثال آخر لدينا صفة large أو big large big نأخذ مثلا كلمة المنزل لنصفه my تعني شيء لي استعملها عندما أتحدث عن شيء أقول بأن هذا الشيء لي مثلا منزلي واسع أو منزلي كثير أو منزلي ضخم سأقول my house is large أو my house is big نلاحظ هنا the verb to be أخذ شكل is لأننا لدينا my house إذا أردت أن أعوض my house ب ضمير سأقول it لأن house أو المنزل شيء مفرد it is large في حالة الجمع سأقول the houses are large are the verb to be لأن لدينا الجمع سيأخذ شكل are إذا أردنا أن نعوض the houses سنقول they مثلها مثل الأشياء they نستعملها للأشياء ونستعملها كذلك للإنسان قلنا they are happy they are happy يعني هم سعداء وقلنا على المنازل they are large الآن إذا أردنا نضيف نفي للجملة التي نصف بها الشيء مثلا the house is large سنضيف فقط أذات نفي not the house is large ستصبح the house is not large يعني المنزل ليس بواسع not هنا تعني ليس the house is not أو isn't large بالصيغة المختصرة تصبح is not تصبح isn't the house isn't large في حالة الجمع the houses are not large أو الصيغة المختصرة aren't the houses aren't large إذن عندما نريد أن نضيف نفي للجملة الوصف دائما نضيفه بعد the verb to be is أو are بحيث تصبح isn't أو is not aren't أو aren't إذن رأينا في هذه الحصة he بمعنى هو she بمعنى هي it نستعملها للمفرد من الأشياء أو الحيوانات it المفرد فقط الأشياء أو الحيوانات أو غير العاقل رأينا كذلك they رأينا they قلنا بأننا نستعملها في حالة الجمع بالنسبة للأشياء أو الحيوانات أو الإنسان they فهي تجمع بين الثلاث الأشياء الحيوان والإنسان في صيغة الجمع رأينا كذلك أن the verb to be أو فعل يكون يأخذ شكل is مع he she it يعني في حالة المفرد يأخذ شكل is he she it وفي حالة الجمع يأخذ are are is في حالة المفرد are في حالة الجمع بالنسبة للصفات التي رأينا adjectives adjectives رأينا أصفر yellow happy tall short and large هذه الصفات التي رأينا في حالة النفي رأينا أن is تصبح is not أو اختصارها isn't he isn't short he is not short في حالة الجمع are تصبح aren't they are short they are happy they are not happy أو they aren't happy وهذا نطبقه على جميع جمل الوصف اللغة الإنجليزية نتوقف هنا شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة